رجل من أهل الكتاب كان يغازل نساء المسلمين ويقدفهم في شرفهم يسب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتبرأت من أخلاقها العرب بس المشكلة أنه كان من أقوى الرجاح ورجل محارب بمعنى الكلمة تما دائلين حرض على قتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعدها دفع ثمن غالي جدا لدرجة أن يوم من الأيام قالت لزوجته لا تطلع والله إني لأشم برائحة الدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم مجاعد الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثوة كيف حالكم؟ إن شاء الله نكون بخير وطيبين أموركم إن شاء الله في السليم كانت بتكون قصة اليوم عن معركة الخندق لكن أول ما قالت هذه القصة عن هذا الرجل الوقح كنت لازم أذكرها قبل معركة الخندق واللي كانت مفروض أصلا قبل معركة أحد لأن هذا الحدث حصل بعد معركة بدر هذا الرجل كان سبب في إعادة النبي العهد الذي بين المسلمين وبني النظير كان من أوضع وأسفل رجال بني النظير وصخ إلى درجة أنه كان يتكلم في أعراض المسلمين وفي نساؤه خذ لك شيء تنقنق عليه ولا تنسى تابعني في كل السوشال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله أطلع لكم من دون من طول بسم الله نبدأ كان فيه رجل من أهل الكتاب اسمه كعب بن الأشرف كان شاعر كبير البنية وشديد الجمال ومحارب من أقوى المحاربين كانت نساء العرب تنفتن فيه كبير البنية وجميل ولكنه من أوقح الرجاح بعد معركة أحد حزن حزن شديد لقتل قريش في معركة بدر مع أنه يعلم قطعا في كتابه بأنه مشركين لا يدخلون الجنة حتى بسملة الكفر واحدة والكفار أولياء بعض المهم أنه كان يكتب الشعر في موتى قريش وكان يسب المسلمين من تحت لتحت يعني كان سبه من تحت لتحت ما في شيء واضح كان الوضع لا زال تحت السيطرة المسلمين عندهم رسالة دين مو أهمهم كلام هذا الرجل تكلم زي ما تبغى حنا عندنا رسالة أهم شيء أنك ما تسب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيها دين المهم أن كعب بن الأشرف هذا ما تحمل وصل الحزنه لدرجة كبيرة حزين جدا على قتل قريش في شد الحاله وسافر إلى مكة يبكي هناك على قتل قريش وفي نفس الوقت يأخذ راحته في سب المسلمين وسب النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل لمكة استقبلته عاتكة بنت أسين كانت زوجة المطلب ابن داع هي اللي استقبلته في بيت المطلب وضيفته ضيافة ما بعدها يبيت في بيت المطلب ومن هناك بدأ يحرث قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عداوته ويكتب الأشعار يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة أخذ راحته بالزيادة حتى قريش ما سوت اللي سواه في يوم وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حسان بن ثابت بهذه الأبيات كلمات قوية توجه في يوم وصل لزوجة المطلب عاتكة رد حسان بن ثابت قالت ما لنا وهذا الكتابي فاضطردت كعب من البيت وكانوا قريش يسألونه فتقول ألم ترى ما صنع بنا حسان أبيات حسان جات على وتر حساس جدا بس كعب خرج من بيتهم وراح لبيت شخص ثاني ومن هناك بدأ يحرث ويسب فجاتها أبيات ثانية أبيات من حسان بن ثابت فأهل هذاك البيت طردوه من بيته فكان كل بيت يأوي كعب بن الأشرف يطرد منه بسبب أبيات حسان بن ثابت بعد الله سبحانه وتعالى حتى ما عد لقي أحد يبيته كلهم خايفين من أبيات حسان بن ثابت خايفين حسان بن ثابت يتكلم فيه فما عد لقي مأوى عند أي أحد يقفل الباب في وجهه لدرجة أنه راح للطايف وكل أهل الطايف استقبلوه بالطرد وكان الشعر عند العرب له أثر قوي ووقع في قلوب الناس يعني إذا كتبت أبيات في عائلة معينة الأبيات هذه تكون وسام عار لسنين قدام لأجيال جاية فكان الوضع مرة حسس فصار الجميع يعتار من كعب ابن الأشرف محديبه فاضطر أنه يرجع للمدينة لبن النظير فأول ما رجع بدى الوضع يتوتر ويسير في مشادات واضحة فبدى الوضع يتوتر أكثر وأكثر وبدت العداوة تبان وتظهر منها يعني كل ما له يتحرش أكثر وأكثر فصار كعب يتكلم في أعراض المسلمين ونساؤهم صار يغزلهم علني ويتكلم فيهم ويتكلم في شرفهم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الخط الأحمر يعني بجاحة وصلت لهذا الدرجح يعني حتى ما صار في خوف يوم وصلت بجاحة هذه لدرجة عالية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعر فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال لهم من لي بابن الأشرف فقد آذاني من لي جب لي راس ابن الأشرف فقام محمد ابن مسلمة فقال أنا به يا رسول الله وأنا أقتله محمد ابن مسلمة هذا هو نفسه اللي ودى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظير في قصة إجلاء بني النظير وزي ما قلنا كان قريب جدا لبني النظير وقرابة هذه لبني النظير كانت تكمن في أن كعب بن الأشرف كان أخو محمد ابن مسلمة من الرضاح كانوا أخوان من الرضاح فكان الأمر جدا مناسب فكعب بن الأشرف ما حد يقدر يوقف قدامه رجل من أقوى القوم وشاعر يعني ذكي ما تقدر تستغبيه يعني وعادة إذا تبغى تقتل أحد لازم تستغبيه وهذا الرجل شاعر ما يمدك تستغبي شاعر لأنه بيكون ذكي جدا فجلس محمد ابن مسلمة يفكر في فكرة ويخطط في خطه ليقتل كعب بن الأشرف فجلس يفكر ويفكر ويفكر إليه انسدت شهيته انسدت شهيته من كثرة تفكير وصار ما ينام وباين في وجه التعب تعب التفكير فبعد ثلاثة أيام من هذه الحالة شافها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تركت الشراب والطعام فرد محمد ابن مسلمة يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري أأوفي لك به أم لا قلت لك قول يا رسول الله ما أدري بوفي به ولا لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الجهد سو اللي تقدر عليه وشاور سعد بن معاذ في أمره هده النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأب مع أبنائه أخلاق تربوية ما قال لا تقول لي كلام ومن تقد يعني ولا خلق قد كلامك لا كانت معاملته مثل الأب لابنه اللهم صلي وسلم عليه ففعليا راح محمد بن مسلمة واجتمع مع مجموعة من الأوس قيل بأنهم عشرة وكان منهم أبو نائلة وأبو نائلة هذا كان برضو أخو كعب بن أشرف من الرضاعة يعني محمد بن مسلمة وأبو نائلة كلهم أخوانه من الرضاعة فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله عندنا خطة اتفقنا على خطة ونحن سنقتل لكن يا رسول الله نخشى أن نقول فيك شي نعدد به في الآخر فأذل لنا يا رسول الله فلنقول فإنه لا بد لنا منه يا نسب الإسلام نكون ضدك أقل شيء أمامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا خلاص الحين الخطة زابطة بس عليهم أنهم ينفذون راح أبو نائلة لكعب فدخل عليه وهو في نادي من قوم مكان حق جلسة فلا سوالك يعني زي الاستراحة أو الديوانية الحين بس أول ما شافه كعب عرفه هذا أبو نائلة أخي من الرضاعة اللي أسلم فخاف إلى درجة أنها ازرق وجهها فكر أنها كمية بس أول ما دخل أبو نائلة قال أخي كعب ما لي وجهك وكأن ملامحك صمتت أتيتك بحاجة فهون عليك يا كعب هون عليك أنا جايك لحاجة فأخذ نفس كعب وهدي شويتين وارتعه واطمأن للموضوع علمهم منه مجلس ويسلفون فكان أبو نائلة يقول له كم بيت من الشعر وينبسط كعب ويفرح لأنه شاعر فيخلص أبو نائلة من أبياتها هذه ويقول له كعب وإيش الحاجتك خلص علي أنت قلت لأنك جاي بحاجة فخلص علي فييرجح أبو نائلة ويقول له بيتين وفيها من تحت لتحت يعني ما أقدر أقول لك ياه الحين بسبب الناس اللي حاوله ينبسط كعب من الشعر انبسط مرة فرح إليم في الأخير قال كعب بن الأشر لعلك تحب أن يقوم من عندنا تبغى السالفة بيني وبينك أخيرا فهمها أول ما سمعوا اللي عنده هذه الكلمة قاموا وحسوا أن الأمر حساس يعني الأمر بينه وبين أبو نائلة حساس فما لهم داعي أنهم يجلسون فقال أبو نائلة أما يا كعب والله إني كرهت أن يسمع القوم ذرو كلامنا فيظنوا ما حبيت أن القوم يسمع الكلام اللي بيني وبينك على مسألة أني جايك بحاجة وطلب يعني كرامتي ما بتخليني أني أطلبك الطلب هذا اللي بيقولك يا الحين والقوم يسمعون يعني يا كعب كان قدوم محمد هذا علينا بلى وحاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت عنا السبل أما حاجتي فهي أن محمد أخذنا بالصدقة ولا نجد منأكل هذه الحقيقة يا كعب أنا جايك أطلب الأكل للأسف فقال كعب قد والله كنت أحدثك بهذا يا أبو نائلة أن الأمر سيصير إليه قلت لك ما بتستفيدون منه غير الجوح والشتات ولكنكم لا تسمعون القول فرد عليها أبو نائلة أما أني لست وحدي معي رجال من أصحابي على مثل رأيي كلهم يكرهون محمد ويعيشون الفقر فقد أردت أن أتيك بهم فنبتع منك طعاما أو تم وتحسن إلينا بذلك وأنت كريم ابن كريم تعطينا على أن نرهنك ما تريد وما يكون لك فيه ثقة يعني تعطينا أكل بمقابل أن نرهنك شيء يكون عندك إليه أن نعطيك حق هذا الأكل فماذا تقول يا كعب قال كعب تمر عندي لكم تمر على كيف كيف كون تغيب فيه الضرس من طراوتك أما أنا والله يا ابن نائلة ما كنت أحب أن أرى هذه الخصاصة والفقر فيك وإن كنت من أكرم الناس عليك أنت أخي أنت أخي ونازعتك الثدي قال أبو نائلة هذا اللي عندي يا كعب يا كعب أنت كريم ابن كريم عندي عندي طلع اكتم عن ما حدثتك من ذكري محمد لا تطلع عطاري هذا لأحد كلامي معك عن محمد هذا يبقى بيني وبينك أرجوك لا حد يدري أني معادي محمد فرض كعب لا أذكر حرفا عندي سرك في بير بختصار بس يا أبو نائلة صدق بالله أبا تقول لي الصدق ما الذي تريدون في أمري محمد مش نهايتكم مع محمد ده ايش بتسوونا الحين يعني بتجلسون على هذا الحال وعلى هذا الفقر وتبقى عداوتكم من تحت لتحت قال أبو نائلة الآن خذلانه هو التنحي يعني بس الأمور تزين شوي ونقدر نوقف على رجوننا يعني ما يمدينا نعاديح الحين قال كعب إي يا أخي والله أنت سعادة يا شيخ يا شيخ ممكن أعطيك بوسع الكلام الحلو سررتني يا أبا نائلة بس صبرك يا أبا نائلة ما الذي ترهنوني وش بترهنوني مقابل الأكل والشرب قال أبو نائلة اللي تبغى قال نساءكم نساءكم يعني قصدك تعطينا أكل مقابل لأن نعطيك نساءنا شوف الوصخ يبغي يستغل الموقف عشان شهواته يعني أحد بالله في عقله بيعطيك حرمته عشان أكل وشرب الله لا يكرم فضلك زعل أبو نائلة زعل قوي في لحظتها يعني هذه حتى مين من أخلاق العرب ما هتقول هذا الكلام أبدا زعل أبو نائلة بست مالك نفسها وقال يا كعب أنت من أجمل القوم فما نقدر نعطيك نساءنا يعني أنت صاحي نعطيك نساءنا وأنت أجمل القوم يعني يرفع فيه شويتين فقال كعب خلنوا يفكر بالله اسبر لي شويتين أجل أولادكم أولادكم كيف أولادكم صاحي أنت؟ أولاد يشيبغى ذا الله ليوفق كمالك نفسه أبو نائلة ورد بكل احترام قال يا كعب يكبرون عيالنا ويعيرون بأنهم كانوا رهاي مقابل الأكل والشر يعني يستح يا كعب يعني ما يصير والله ولكن يا كعب نرهنك الحلقة ما ترضى به يعني اللي تبغاه من الأسلحة بنعطيك اللي تبغاه بالكمية اللي تبغاه من الأسلحة قال كعب والله فكرة حلوة ما برفض السلاح الصدق وافق كعب وقال للأسلحة تمام يا دي في يدك وخلاص تم الصفقة تمت اليوم الليل تجوني بالأسلحة وأجيكم بالأكل وانتهى قالت خلاص اليوم في الليل تجوني بالأسلحة كلكم تجوني بالأسلحة وأنا أجيكم بالأكل يا الله كيف الخطة زبطت الحين الصحابة أول ما بيجون بالأسلحة ما حد بينكر عليهم يعني ما لدى إنهم يخبون حتى الأسلحة رجح أبو نائلة وهو متحمس على أعصابه يبغى بس يوصل عشان يخبر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أن الخطة زبطت له الدرجة فرجح أبو نائلة وخبر الصحابة بالخطة وفرحوا فرح شديد الحين بيدخلون بالأسلحة وما عندهم أي مشكلة وكل اللي عليهم الحين ينتظرون إلي صلاة الإشاء فقط يصلون للإشاء ويتوجهون مباشر صلوا وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا النبي بأن خطتهم زبطت له الدرجة ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معهم إلين البقية وكانت ليلة جميلة مقمرة بعدها وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال امضوا على بركة الله وعون مشوا في هذه الليلة المقمرة إلين حصن كعب بن الأشرف ونادى أبونا إلى كعب يا كعب يا كعب أخرج أتيتك بالسلاح يا كعب وكان كعب دوبة متزوج جوبة تزوج زوجة جديدة وكانت زوجتها الجديدة هذه من العرب من أفطن العرب وأحنك العرب الحنكة هذه في دمهم سمع كعب أبو نائلة ينادي فقام من على الفراش عشان يلبس عشان يطلع له بل زوجتها مسكتها وقالت اين تذهب يا كعب إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في هذه الساعة فقال لها يا بنتي ميعاد بيني وبين أخي إنما هو أخي أبو نائلة والله لو وجدني نائما ما إيقظني فقالت له والله إني لأشم رائحة الدم فضرب يدها اللحاف وقال لو دعي الفتى لطعنها لا أجاب ما تزوج ولازم يوريها أنا بطل لو دعي الفتى إلى طعنها والله يجيب لا طلع يا عدو الله نزل كعب وشاف أبو نائلة واستقبلها بالأحضان هلا بخوي وحبيب أبو نائلة أخبار علوم وش مسوي والصحابة كلهم معهم أسلحة مدججين بالأسلحة في أنفسهم يقولون عليك غضب الله يا عدو الله قالوا يا كعب تعال نتمشى في الليلة هذه ليلة مقمرة هو حرام يعني بس نجي نأخذ حاجة إيش المصرح هذه لحس نتيجي نتمشى شويتين كده نسولف نطلع اللي في قلبنا بعد إسلامنا كده تفرقنا كده فيعني نبغى نسمع علومك وش اللي حصل لك فما شوبه إلين خرجوا خارج الحصون الحين متجهين في الصحراء خلاص الموقع الحين تمام فقعدوا يسولفون وكيف الحال وطيب وقبار وعلوم وينك مختفي عنه يقول والله تعرفون دوبي متزوجت يعني وزوجته كده وكده من نسل الفلان فقال أبو نائلة عشان كده في ريحة عطر حلو ويحك ما أطيب عطرك هذا يا كعب فقال كعب أكيد ريحتي حلو كيف ما تكون ريحتي حلوة وتحتي أجمل النساء يعني شوف حتى متكبر في السوالف المهم من المش واخذتهم السوالف في الليلة المقمرة هذه وفي الصحراء فقال أبو نائلة لا 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 العطر هذا شي ثاني الحقيقة لازم أشم إيش العطر هذا ما أطيب عطرك يا كعب تسمح لي أشم راسك بس يا الكعب شم راسي خذ راسي وشم استمتع بالعطر استمتع بالعطر الجميل فدخل أبو نائلة يده في شعره وهو ينظر في الصحابة ويطلع يده ويشم الله 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 إيش المسك الجميل هذا عجبني جدا العطر يا كعب ما أطيب عطرك قال أبو نائلة بالله إصبر إصبر خلني بالله شم مرضاني خليني أدخل يدي مرة ثانية أبغى أشم وبنائلة تطالع في الصحابة ينتظر اللحظة المناسبة فدخل يده في راسه وحرك يده عشان يشم يقول بالله خلني أشم راسك مرة واحدة أنا أبغى أشم راسك على الحين مو بس أشم يدي خليني أشم الراس نفسها فدخل يديها اثنتين في راسه ومسك شعره كده وجاء عشان يشم راسه أول ما مسك راسه اسحب راسه ونادى في الصحابة اقتلوا عدو الله احتنافروا الصحابة بسيوفهم واضربوه في ظهره في رقبته لكنها ما أغنت شيء ولا كأنهم يضربون في جسد طلع يوم قالت لها زوجتها إني أشم رائحة الدم لبس دروح على ظهر عشان ما يغتال ولا يطعن بس خل المنطقة هذه فاضحة من الصدر والبطن في يوم سمع كعب إنهم بيغتالونا مسك أبو نائله وضمه سحبه وضمه على جسمه واستخدمه كدرع من الأمام وعنده درع من الخل صار أبو نائله يعني جالس يعطيه هق غصبا جالس يصارعه أبو نائله وهذولوك يضربون بالسيوف في ظهره بس ما تغني ضرباتهم شيء وأبو نائله يصارعه من الأمام يصارعه يصارعه فتذكر أبو نائله في حديدة حادة عنده في الصيف يقول تذكرتها فطلعت الحديدة هذه من عندي ودخلتها في سرته وتحاملت عليها حتى انتهت إلى عانتي يعني شكه من السره إلي العاني خرجت أماما يقول فصاحة عدو الله صيحة ما بقي حصن لبني النظير إلا أوقد عليه نارا صاحة صيحة قوية جدا يعني من قوة صيحة صحيوا كل بني النظير كلهم يبغون يشوفون إش اللي حصل إش هذه الصيحة في نص الليه قاموا الصحابة وقطعوا راسه وش ردوا بسرعة رجعوا للمدينة قبل ما يدرون بني النظير إش اللي حصل لك وهم في الطريق ماشيين فقدوا رجل منهم كان اسمها الحارث الحارث هذا فقدوه فجأة قاموا يدورول بينهم ولقيوه متكي على سيفه وفي رجل جرح كبير قلت تأخر عنهم بسبب هذا الجرح أثر عليه في المشي ما صار يقدر يمشي شالوه الصحابة معهم وتوجهوا إلى المدينة فدخلوا المدينة وهم يكبرون الله أكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في وقتها والنبي صلي سمعهم وسمع تكبيرهم فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بأنهم قتلوا عدو الله وأنهم انتصر فمشوا متجهين للمسجد النبو فلقيوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المسجد صاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويقول أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه والصحابة يقولون وجهك يا رسول الله فطلعوا رأسه وحطوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله فشاف النبي صلى الله عليه وسلم الحارث على هذا الحارث ورجله مجروحة والجرح كبير وما يقدر يمشي بسببها بسبب هذا الجرح جابوا الصحابة رضي الله عنهم الحارث للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جرح فتفل فيه تفل في الجرح فوقف الحارث ولا كأنه فيه شيء ووقف الحارث ولا كأنه إن جرح قبل كذا في يوم عرفوا بني النظير مقتل كعب بن الأشرف فراحوا بعض بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ليش قتلت كعب فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه مغتيل ولكنه نال من الأذى وهجان بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف فدع النبي صلى الله عليه وسلم سادة بني النظير وغيره من قبائل أهل الكتاب وكتب بينهم عهد جديد فمن بعدها محد قدر يتجرع على نساء المسلمين ولا على المسلمين ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا جلسوا بني النظير على هذا الحال إلي حادثة إجلاء بني النظير واللي بعدها خلجوا بني النظير إلى خيبر وبعضهم راح إلى قريش واللي بعدها بدوا يحرضون اللي في قريش قريش نفسها على إنهم يخرجون مع بعض القبائل لغزو المدينة المنورة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هنا وصلنا لنهاية القصة أتمنى إن القصة نالت على عجابك شوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصطفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته